الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباحا الرابع عشر من يونيو تطورات همة وكثيرة ضربات أوكرانية تطال الأراضي الروسية وضربات روسية تطال الأراضي الأوكرانية وتقدم روسي على الخطوط الأمامية تابعوا الفيديو حتى النهاية كنت فوقتوية معلومة إضافة لذلك سأذكر نقاط الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا سنبدأ مباشرة بالضربات الأوكرانية تطالت الأراضي الروسية أعطت القوات الروسية إسقاط 70 مسيرة استعدفت منطقة رستوف في هذه المنطقة ولكن كان هناك نجاح للقوات الأوكرانية بدرب بعض يمكن قول منشعات الكهرباء في هذه المنطقة تحديدا إضافة لذلك كان هناك مسيرة أعطت القوات الروسية إسقاطها فوق القرم إضافة إلى 6 مسيرات في هذه المنطقة 6 في كورسك 2 في بلغوراد وإضافة إلى 2 في بلغورغراد إضافة إلى ذلك قامت القوات الروسية بدربات باتجاه خاركيف باتجاه شيركاسي باتجاه ستارو كوستانتينوف ومنطقة خيمينينسكي وبالتالي ننتظر المزيد من التاج حول هذه الضربات أحباني فيما يتعلك بالخطوط الأمامية هنا أتمنى من حضراتكم متابعة الفيديو حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة في محول دانياتسك في اتجاه أفدييفكا استطاعت الوحدات الروسية التقدم وتوسيع نطاق سيطرتها في محيط نوفو أليكساندريفكا تمكنت القوات الروسية من التقدم في هذه المنطقة بعمق 280 مترا على انتداد 1.56 كيلومترا أي تقريبا كيلومتر ونصف استطاعت الوحدات الروسية السيطرة على هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون لم يتوقف التقدم الروسي هنا بل وسعت القوات الروسية سيطرتها جنوبي البلدة باتجاه سوكيل كما تلاحظون تحاول وحدات روسية التقدم نحو البلدات الأخرى تقدمت القوات الروسية بعمق 1.33 كيلومترا بعرض تقريب 933 مترا استطاعت من خلاله أيضا السيطرة على هذه المنطقة باللون الزهري إضافة لذلك تحاول وحدات روسية الضغط والسيطرة على هذا المقر أو هذا التحصين الأوكراني الموجود هنا الذي يعيق عمل القوات الروسية إضافة لذلك تستمر المواجهات في موحيط نوفوالكساندريفكا حيث تتمركز القوات الأوكرانية عند هذه الخطوط الزكاء وفي حزام الغاباتي هذا تنطلق القوات الأوكرانية لمهاجمة القوات الروسية لمنعها من إحراز مزيد من التقدم أما جنوبا أيضا في اتجاه المنطقة هنا ففي اتجاه جنوبي نوفو بوكروفاسكي وفي شغاربي سامينيفكا تمكنت القوات الروسية من التقدم بنحو تقريب 600 متر ونصف كيلومتر وأكثر على امتداد 2.16 كيلومتر واستطاعت السيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري التي تشاهدونها كما تلاحظون هناك تقدم كبير للقوات الروسية في هذه الاتجاهات يأتي ذلك بعد عملية استهداف وعمليات هجومية كبيرة للجيش الروسي في كامل هذه الجبهة إضافة إلى ذلك تحول وحدات الروسية أحراز مزيد من التقدم في اتجاه نوفو سليفكا ولكن أيضا أحرز التقدم الرابع في هذا الاتجاه هو في هذه المنطقة بعمق 360 مترا على امتداد 960 مترا استطاعت من خلالها السيطرة على هذه المنطقة وبالتالي تحاول الكوات الروسية اشتياح المنطقة هنا بكاملها والوصول إلى البلدات المتوقية من خط الدفاع الثاني للقوات الأوكرانية في محيط أفدييفكا إضافة إلى كل ذلك أحبي تستمر المواجهات في هذه المنطقة ضغط روسي كبير متواصل في هذه المنطقة طبعا هذه المنطقة تحت السيطرة الروسية طبعا هي باللون الأحمر تحاول الوحدات الروسية التقدم قدر الإمكان عبر هذه المنطقة للضغط على القوات الأوكرانية قدر الإمكان إضافة للانطلاق من هذه الجهات المختلفة ضغط روسي كبير هائل باتجاه القوات الأوكرانية تتعرض لها هذه القوات أما جنوبا قليلا أيضا باتجاه نيتايلوفي تمكنت الوحدات الروسية من توسيع نطاق سيطرتها في محيط نيتايلوفي تمكنت من التقدم بعمل كيلومتر ونصف بعرض تقريبا نحو 300 متر القوات الروسية كما قلت لكم بالأمس كانت هذه المنطقة الرميدية تحولت إلى منطقة خاضعة للسيطرة الروسية القوات الروسية أمام تحدي للسيطرة على كامل هذه المنطقة السكنية للوصول إلى الخط الدفاع الثالث للقوات الأوكرانية إضافة إلى ذلك في حال تمكنت الكوات الروسية من السيطرة على هذه المنطقة ستكون قد وصلت عبر اتجاهين إلى الخط الدفاع الثالث المتمثل بهذا المجرى المائي الذي يمتد على كامل هذه المنطقة كما تلاحظون على طولها من نوفو أليكساندريفكا وصولا إلى نيتايلوفي أما فيما يتعلق بالتجاه نيفرسكوي تستمر الاشتباكات بين الوحدات الروسية والوحدات الأوكرانية ولكن لا تغييرات في خريطة السيطرة حتى هذا الصباح معارك قائمة ولكن ليست بالسهلة إضافة إلى ذلك في اتجاه كراسنوريفكا تمكنت القوات الروسية من التقدم في شمال شرقي القرية استطاعت القوات الروسية التقدم بعمق 290 مترا بعرض 210 أمتار استطاعت من خلالها السيطرة على العدد من الأبنية في هذه المنطقة بعض الكليات طبعا سيطرت عليها القوات الروسية وتواصل الاشتباك مع القوات الأوكرانية في كامل هذا الاتجاه إضافة إلى ذلك في اتجاه كوبيانسك استطاعت الوحدات الروسية إحراز تقدم في اتجاه كوتلياريفكا كوتلياريفكا كربكا بايفكا وكسيريفكا وهذه المنطقة تقدمت القوات الروسية بعمق 340 مترا بعرض تقريب أقصى 150 مترا وتحاول التقدم على طول هذا الطريق الرئيسي الذي يربط طبعا سيطرتوفو بكوبيانسك هذا هو الطريق تلاحظون المحاولات التقدم الروسية باتجاهه للوصول إلى طبعا كوبيانسك كما ذكرنا وبالتالي يوجد عرض من التحصينات الأوكرانية على طول هذا الطريق لمنع القوات الروسية من ذلك فلننتظر ما الذي سيحصل في هذا الاتجاه أما فيما يتعلق حبائي بموضوع المعارك بالاتجاه خاركيف تتركز الاشتباكات كالعادة في اتجاه فوفشاسك لا تنتهي الاشتباكات طبعا الفوج 71 في هذه المنطقة يعاني من ضغط كبير وخسائر كبيرة في الصفوف نتيجة الدمار الحاصل نتيجة الضربات الروسية كذلك الأمر ضغط روسي كبير باتجاه المنطقة هنا اللواء الثالث عشر الموجود في هذه المنطقة يحاول طبعا الضغط بدل اللواء الثاني وأربعين الذي تتعرضت الكتيبة الثالثة له لخسائر كبيرة إضافة إلى ذلك هناك خسائر في صفو اللواء السبعة وخمسين الأوكرانيين إذن معركة كبيرة ليست بالسهل إطلاقا تخوض على القوات الروسية مع القوات الأوكرانية اشتباكات لا تنتهي في هذا الاتجاه الأمر الإضافي الآخر المعارك مستمرة في اتجاه شازي فيار في اتجاه شازي فيار هناك أمر أريد أن أقوله لكم في هذه المنطقة تركز الوحدات الأوكرانيين كثير من مجموعات ومجموعات المختصة بالهون تحاول الوحدات الأوكرانيين استفادة أن شازي فيار أعلى مرتفعة أكثر من غيرها وبالتالي تحاول استهداف القوات الروسية التي تحاول الهجوم في هذا الاتجاه وبالتالي تحاول مجموعات الأوكرانيين هنا الصمود وتحاول قوات الأوكرانيين في الخلف دعمها عبر المدفعية المختلفة سواء عون أو مدفعية أو راجمات صواريخ وبالتالي هذا ما يحاول الأوكران فعله رغم اضطراره من سحب تعديزات من هذه المنطقة إلى خاركيف اللي نعم أبقى كثير من المجموعات في هذا الاتجاه وتحاول الصمود قدر الإمكان وتأخير تقدم القوات الروسية أو استنزافها إن استطاعت أما حبائي فيما يتعلق بالاتفاقية الأمنية بين الوحدات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا فطبعا سأذكر عادة من النقاط تنص المعاهد على المستقبل أوكرانيا في حلف شمال أطلسي إضافة إلى ذلك أن يوفق الأعضاء سيتم استفاق الشروط ولكن لم يتم تحديد تاريخ هذا الانضمام طبعا تتعلق الالتزامات التي تعادلت بها الولايات المتحدة وبالحرب الحالية والتي ينبغي أن تنتهي بانتصار أوكرانيا وليردع أي عدوان عسكرية يصيب في المستقبل بالنسبة لأسلحة تقدمها الدول هناك بند طبعا مشاء مراقبة الاستخدام النائعي أي سيطرة حتى خط المواجهة تعلمون موضوع تسرب الأسلحة الأوكرانية خارج أوكرانيا طبعا ستنفذ أوكرانيا والمتحدة التخطيط العسكرية في ظل وجود تهديدات متبادلة إضافة إلى ذلك لا تنصر اتفاقية على مبالغ واضحة من المساعدات المالية لأوكرانيا طبعا يجب هناك الكثير من الإصلاحات موضوع العدالة تعزيز هيئات مكافحة الفساد إضافة إلى ذلك في حال تعرضت أوكرانيا لهجوم فسيطم مناقشة الأمر مع علاقة المتحدة الأمريكية خلال 24 ساعة طبعا حاليا تعرضت أوكرانيا لوجوم فلننتظر إن كان سيتم مناقشة هذا الأمر بعد توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى ذلك حديث عن كثير من استعادة السلامة الأقليمية لأوكرانيا ولكن لم يتم تحديد الحدود كما إراد زاليسكي بمعنى آخر حدود عام 1991 إضافة إلى بعض المساعدة في بناء إضافة دفاع جوي متكامل مختلف المستويات لأوكرانيا إضافة موضوع مقاتلة F-16 يشير احتمال أن وجود نمازج طائرات أخرى ولكن لم يتم الحديث من أين وما هي وطبعا تدريب الأفراد العسكريين وغيرها من الأمور أحبي هذا كان كل شيء حتى ساعات الصباح أي جديد سوفيكم به مساء لا تنسوا الانضمام إلى القناة وشكرا لكم إلى اللقاء